رقياً في القتال إنجازاً مشرفاً في أرض المعركة يسجل أبطال العراق قصص النصر التي أذهل بها العالم حين أسقط أخطر تنظيم إرهابي ولأن جهاز مكافحة الإرهاب صنع مكانة مشرفة في تكتيك الإنجاز الهجومي ومواجهة التهديدات التي تمس أمن البلاد أصبح الفريق الأول الرقن عبد الوهاب الساعدي والقيادات العسكرية مضربة مثل في النجاحات الأمنية والعسكرية ليس على مستوى العراق فحسب بل على مستوى العالم معركة مع عصابة داعش الإرهابية تحت عنوان طريق النصر نفذها جهاز مكافحة الإرهاب كتمرين محاكاة واقعية مع العصابات تحديداً فوج مكافحة الإرهاب الأول والذي قدم إنجازاً شجاعاً ودليلاً على ما حقق في السنوات الماضية حيث اشتركت في هذا التمرين وحدات من الجيش وطيرانه الباسل ولأن الجهاز عين لا تنام فإن طريق النصر تمرين يعزز مهارة الجهاز وأفراده ويطور من آلية التكتيك والمواجهة لتحقيق الأهداف المنشودة في حماية ثرى البلاد من مخاطر خلايا التنظيم سيما بعد أن أصبح يتبع طرقاً في تروع الناس وإراقة دماء الأبرياء لكن مكافحة الإرهاب ستكون لها بالمرساد عنوان ثابت على الجباه بعزمة أبطال العراق وشجاعة رئيس الجهاز الذي أكد أن التمرين مستنبط من معارك تحرير أرض الوطن سيما أنها ذكرت بعد ما مر عليه في تحرير العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة